صحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر والطبية الحيوية التي تشغل بالجميع أطعب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن طاقة من الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفريق العمل الإذاعي والذي يعني يرأسهم في حلقة اليوم الأستاذ عيسى سبيل فلكم كل الأمنيات أعزائي المستمعين وأصدق التهاني بحلقة متميزة إن شاء الله حلقتنا اليوم مستمعين جاءت بناء على طلب العديد من المستمعين كانت هناك الكثير من الاستفسارات حول موضوع معين اللي هو موضوع حلقتنا اليوم موضوع التأمين يعني خلونا نرجع معاكم ونتكلم عن برنامج سعادة للتأمين الصحي هذا المشروع المتميز الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال شهر يونيو الماضي لخدمة حوالي 130 ألف مواطن في إمارة دبي من غير المستفدي من أي التأمينات صحية أخرى مستمعين برنامج سعادة يعكس الاهتمام الحكومي بصحة المواطن ويعمل على تعزيز الأمن الصحي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية التي تعمل على حماية الأفراد وتعزيز معايير المعيشة للسكان والأجيال المقبلة لتنعم إن شاء الله بحياة صحية عالية المستوى وعالمية المعايير أعزاء المستمعين للحديث عن برنامج سعادة الدور والأهداف الخدمات والمنافع الإنجازات والتحديات وأيضا الشكاوى والاقتراحات يسرنا أن يكون معنا في السوديو اليوم يعني يكلم من الدكتورة حنان سويدي دكتورة حنان هي مدير برنامج سعادة للضمان الصحي وأيضا الأستاذة حسنة أحمد قاسم رئيس قسم علاقات الشركاء بإدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي حياكم الله معانا يا هلا ومرحبا فيك طيب يعني نحن اليوم فتحنا المجال حقيقة لاستقبال جميع الملاحظات جميع المسيجات اللي ممكن توصلنا عبر البرنامج وبناء على طلب المستمعين حقيقة لأن هناك كثير من استفسارات حول برامج المنظومة منظومة الضمان الصحي مستمعين اللي يبغي تواصل معانا على أرقام الهواتف اللي هي 600 551414 وأيضا عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 بداية دكتورة يعني بيتوجه بالحديث معاك وبرجع معاك إلى قانون اللي صدر في عام 2013 هذا القانون يا ترى على ماذا كان ينص في البداية أحب أشكركم على دعوتكم الكريمة للمشاركة في البرنامج ونتمنى أن نقدم ما هو مفيد وشيق للمستمعين الكرام كما تعلم أستاذ محمود إسعاد هو اسم منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي وقد عمل على إعداد هذه المنظومة فريق من هيئة الصحة وتوج هذا العمل بصدور قانون الضمان الصحي رقم 11 لسنة 2013 وكان أحد الخطط الرئيسية في استراتيجية حكومة دبي واعتمد هذا القانون تطبيق هذا القانون على أساليب ذكية في التصميم والتطبيق ومن أهم عناصر هذه المنظومة هو اعتمادها على بوابة مطالبات إلكترونية ذكية تغطي جميع الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة يعني اليوم أي استشارة طبية أي عملية جراحية أي دواء يصرف كله مسجل في هذه البوابة وتشرف عليه الهيئة طيب دكتورة يعني دائما ما يكون هناك في التطرق لمنظومة الضمان الصحي ما بين مصطلحين اللي هو سعادة وإسعاد والإسمين يعني يدلون على شيء معين اللي هو يعني رسم البسمة وزرع السعادة ما بين في نفوس جمهور المتعاملين السؤال اللي يطرح نفسها يا ترى ما هو الفرق ما بين برنامج سعادة وبرنامج سعاد مثل ما ذكرت قبل شوية سعادة هي المنظومة التأمين الصحي لإمارة دبي كاملة اللي هي تحتها كل بوليسات التأمين الخاصة والبرامج الحكومية والخدمات الأخرى وكما تعرف برنامج سعادة هو برنامج ضمان صحي يخدم المواطنين في إمارة دبي انطلاقا من توجهات صاحب السمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعا الله بضرورة العمل لتحقيق السعادة للناس من خلال توفير جميع الاختيارات الصحية للمواطنين وجعل صحتهم وسعادتهم أولوية قصوى نعم طيب ما بين الفئات اللي يستهدفها كل البرنامجين برنامج سعادة وبرنامج سعادة خلينا في البداية ما نتكلم عن برنامج سعادة بشكل مفصل أكثر يا ترى كم عدد المستفيدين من هذا البرنامج صمم برنامج سعادة لتغطية المواطنين الذين لا يستفيدون حاليا من أي تأمين صحي مقدم من قبل الحكومة وعدد وصل وكان العدد المتوقع 130 ألف فرد وحاليا نحن وصلنا لـ 85 ألف مواطن تقريبا يتمتعون بمنافع برنامج سعادة 130 فرد ووصلنا إلى 85 ألف مواطن والباقين وين؟ الباقين ترياهم إن شاء الله يشرفون في مراكز التسجيل طيب حينما نتكلم على مسألة كيف ممكن يتوجهون إلى مراكز التسجيل آلية التسجيل وكم الفترة الزمنية اللي ياخذونها على أساس أنه ممكن يستفيدون من هذه الخدمات؟ طبعا لازم نذكر أن برنامج سعادة هو أول برنامج يستخدم بطاقة الهوية الوطنية للتسجيل في البرنامج وثم استفادة من الخدمات فعملية التسجيل تقوم بأخذ موعد دعونا نوضح هذه المسألة بالبطاقة الهوية يعني ما في داعي يحمل بطاقات ثانية؟ هي ما في داعي ما في إصدار بطاقة تأمين خاصة هي بطاقة الهوية يستخدمها يبرزها في عند مقدمين الخدمات والمسجرات والعيادات ويقدر يستمتع بفوائد فرات طيب تفضلي التسجيل يكون عن طريق أخذ موعد في تطبيق ذكي وفي موقع إلكتروني www.saada.ae وعن طريق الخدمات هذه يسجل باستخدام الهوية وإدخال جميع البيانات المطلوبة ومن ثم التوجه إلى مراكز التسجيل اللي حاليا هي موجودة في أربع مراكز صحية تابعة لهيئة الصحة اللي هي مركز البرشة مركز البدع مركز ندي الحمر ومركز المسهر الصحي في هذه الأربع مراكز في هذه الأربع مراكز ولما يوصل للمركز التسجيل ما تاخذ الزمن التسجيل للفرد ما ياخذ أقل عن دقيقة يعني فالعملية جدا سهلة وسريعة ويستفيد مباشرة بالخدمات بعد ما يسجل طيب دكتورة إذا كان الشخص نفسه يعني عند عدد كبير من أفراد العائلة يبغون يسجلون هذا ممكن واحد منهم يكون مخول أن يروح ويسجل أو ممكن صاحب الشان يخول شخص يسجل بالنيابة عنه صح احنا حاولنا نسهل عملية التسجيل بأكثر طريقة ممكنة طبعا الأوراق المطلوبة هي نسخة عن خلاصة القيد وممكن فرد واحد من الأسرة يجمع كل بطاقات الهوية الأصلية ويتوجه إلى مركز التسجيل طيب ممتاز استاذة حسنة رئيسة قسم علاقات الشركاء بإدارة التمويل أول شي خلينا بس نتعرف على القسم شو المهام اللي يقوم فيه هذا القسم شكرا لاستضافتكم اليوم وقسمنا عبارة عن قسم يتلقى الشكاوي التأمين مؤمنين إمارة دبي يعني أي شخص في إمارة دبي يحمل بوليسة التأمين وعنده مشاكل مع شركة التأمين أو مش فاهم بوليسة شو تحتوي أو عنده مثلا رجكتد في أبروفل أو أي شي من هذا ممكن يتواصلوا إيانا عن طريق موقع ipromise.eclaim.ae طيب ممتاز أنا بكمل معاتش الحوار لكن المخرج يشير لي إلى فاصل قصير مستمعينا بعد الفاصل نحن الباب مفتوح جدامكم لاستقبال يعني اتصالاتكم إذا حد حاب يتواصل معنا أو يتداخل أو عنده أي استفسار عن يعني منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي وأيضا الأمور الخاصة بالتأمين الصحي عموما فاصل من بعدها ما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفي الفقرة الثانية من برنامجكم صحة وسعادة والذي يتيكم وتقدمه لكم حقيقة هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي للتواصل معنا مستمعين الكرام حول موضوع اليوم وهو موضوع الضمان الصحي في إمارة دبي يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية 600551414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006 إذن كنا قبل الفاصل قد توقفنا للحديث مع حقيقة ضيوفه في الستوديو الدكتورة حنان السويدي مدير برنامج سعادة للضمان الصحي والأستاذ حسنة أحمد قاسم رئيس قسم علاقات الشركاء بإدارة التمويل الصحي بهية الصحة بدبي السادة حسنة كنت تتحدثين عن قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لتلقي الشكاوى والملاحظات حول الخدمات المقدمة يلي تنعيد الذكر مستمعين اللي الضمولنا الحين بهذه القنوات مرة أخرى وأيضا ما تحدث كذلك عن بعض الجوانب الأخرى مثل ما ذكرت أخوي محمود عن طريق النظام الإلكتروني لعلاقات المتعاملين بالتأمين الصحي عم بيبدأ الموقع ipromes.eclaim.ae بس في جوجل يكتبون ipromes ipromes بيطلع لهم الموقع على طول هو ipromes ولا ipromes ipromes one word كلمة واحدة ممتاز بالعربي كيف عندكم مواقفة نظام الإلكتروني لعلاقات المتعاملين بالتأمين الصحي طيب يكتبون على جوجل نظام الإلكتروني لعلاقات المتعاملين بالتأمين الصحي للتأمين الصحي طيب اختي حسنة يعني ياترى خلال الفترة هذه من أطلاق البرنامج واطلاق الموقع وفتح قنوات التواصل مع الجمهور شو هي أبرز الملاحظات والشكاوى اللي تلقيتوها خلال الفترة الماضية وكيف تم التعامل معها من أبرز الملاحظات عندك عدم الإلمام التام بضوابط البوليسة من الأفراد نفسهم يعني يروح يشتري بوليسة مش متأكد هاي البوليسة شو الضم بس مستعد أن يسمع شركة أو البائع في شركة التأمين يذكر الكلام سمعه بس مش متأكد إذا مذكور بس في لحظة الحاجة لما يروحني يبغي يستخدم البوليسة أو التأمين نفسه في عيادة معينة يقول لك والله أنت مش مغطى فيقول لك كيف أنت لما أنا جيت شتريت البوليسة أنت قلت لي كذا وكذا وكذا بس يقول لك الحين لا مش مذكور في البنود طيب هذا يقودني للسؤال يا ترى يعني كيف يمكن تفادي مثل هذه المواضيع الخاصة بسميها تلاعب بسميها سوء تقدير من قبل المتعامل للبنود الخاصة في العقد هل هناك عقد معين لازم يوقع المتعامل مع شركات التأمين في بنود معينة البوليسة هنا فيها عبارة عن العقد الذي يحدد العلاقة ما بين شركة التأمين والمستفيد ونحن بدورنا كإدارة نقدر أن نلزم الطرفين بالعقد هذا بس إذا أنت ما كنت يعني قاري البوليسة بحذافيرها أو فاهم أنت شو شاري صعب علينا نحن بعدين نقدر نلزم أو نجبر شركة التأمين وتغطيك هي هاي المشكلة بس في عقد وفي توقيع من الطرفين والعقد يكون بالعربية والإنجليزية ولا بس باللغتين باللغتين العربية والإنجليزية إذن ويقولون التعاقد شريعة المتعاملين فلازم الواحد يشوف العقود اللي يوقعها خاصة عقود التأمين يفهم ش اللي له وش اللي عليه على أساس ما يصير هذا الاختلاف مستقبلا فيه شغلة ثانية بعد ومعندك بعد استغلال شركات التأمين بجهل للبعض في بنود البوليسة مثل ما قلت لك أخوي محمود هدف منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي حماية حقوق أفراد المجتمع وضمان تغطيتهم بتأمين صحي متوافق مع القانون وبالتالي دورنا في علاقات الشركاء التأكد أن الكل يمشي على نفس النهج ممتاز ممتاز طيب أنا وصلتني بعض للسفسارات أنا ما أدري من هو ممكن يجاوبني على هذه الاستفسارات واحد السلام عليكم شو بخصوص أبناء المواطنات بطاقة سعادة من إمارة دبي نحن حاليا في برنامج سعادة طبعا أطلق في عدة مراحل ونحن القرب من المرحلة الأولى نهاية المرحلة الأولى وفي صدد الإعداد للمرحلة الثانية وإن شاء الله بنعلن عنها ومن المستفيدين منها بإذن الله طيب ما تبين تعلنيننا الحين إن شاء الله قريبا إن شاء الله طيب في سؤال ثاني يقول هل يشمل الضمان الصحي سعادة موظفين شرطة دبي العسكريين؟ حاليا مثل ما ذكرت برنامج سعادة يغطي المواطنين إذي ما عندهم أي تأمين صحي من حكومة دبي فإذا ما كانوا منضمين لأي برنامج تأمين حكومي فلهم الأحقية أنهم يدخلون في البرنامج طيب أنا بتكلم شوية بعد كذلك عن شسمه؟ البرنامج والمميزات والمنافع اللي يضمها برنامج سعادة دكتور حناني يليد تعطينا بشكل عام أهم المميزات والمنافع من برنامج سعادة؟ طبعا البرنامج تصمم وفيه منافع مختلفة بشكل عام طبعا يحصل للمواطن على تقطية استشارات العيادات الخارجية الفحوصات المتعلقة بها الإقامة في المستشفيات برامج الحمل والولادة علاج أمراض الأسنان العلاج الطبيعي وهناك إن شاء الله خدمات أخرى ستقدم في السنة المقبلة إن شاء الله على حسب احتياج المواطنين طبعا مثل ما ذكرتي قبل الفاصل إن المستفيد من الاشتراك في برنامج سعادة أو الخدمات اللي ممكن يستفيد منها من خلال بطاقة الهوية وأيضا ممكن يستفيد من منافع هذه البطاقة بعد التسجيل مباشرة نعم ونحن مثل ما ذكرت نحن حاطين الهدف أو العدد التقريبي هو 130 ألف ونحن نشجع كل المواطنين اللي بعدهم ما دخلوا في البرنامج أنهم يسجلون لأن البرنامج ما يقدم بس خدمات علاجية بعد فيه خدمات وقائية يديدة إن شاء الله بتدخل في الربع الأول من السنة القادمة وبيستفيدون منها وبيتعرفون على العوامل اللي ممكن تؤديهم بالضبط أنا هذا كنت أريد أن تكلم عنها دكتورة يعني البرنامج يركز على إلزامية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض يعني أهمية مثل هذه الكشوفات وإلزاميتها كذلك وكيف أو ليش حطيتوها ضمن البرنامج هذا وخليته إلزامي شوف يعني الهدف من أي مؤسس صحية في العالم هي الحفاظ على صحة الإنسان نعم والتعزيز الصحة نعم وكان لابد أن يكون خدمة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض يكون جزء لا يتجزأ من البرنامج وإلزاميته طبعا في صالح المواطن وإن شاء الله بيكون البرنامج سيقدم بطرق أساليب ذكية بإذن الله وتساعد الجميع على الحصول على أفضل الخدمات طيب هذه بعض الشروط والقواعد اللي خاصة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي ونصح التعبير أستاذة حسنة ما وردتكم ملاحظات على مسألة أن في بعض الشروط تكون صعبة ولا تكون يعني غائبة عن المستخدم نفسه من أي ناحية أنت تقصد يعني من يعني مثلا الحين أنت تلزمني أني أنا سوي مثل هذه الكشوفات المبكرة عن الأمراض وأنا بتكلم عن هذه الكشوفات بالتفصيل مع الدكتور حنان لكن أنت تلزمني فيها إذا أنا ما سويتها ممكن تسحب عني الضمان؟ طبعا في برنامج السعادة فيه إلزامية لها الخدمات وسنربطها في تجديد واستمرارية البرنامج وتغطية المنافع طبعا هي ملزمة ليش؟ لأنها تحافظ على الصحة ما لها تأثير سلبي بالعكس لها الإنسان يتعرف على المشاكل الصحية التي قد يكون متعرضة لها ويساعد المنظومة الصحية أنها تنفعها بأكثر طرق وهذه الكشوفات دكتورة يعني ممكن يسويها فقط في العيادات الخاصة بهية الصحة ولا هي مفتوحة في كل القطاعات؟ طبعا في شبكة إحنا يعني برامج سعادة في شبكة خاصة فيها عدة مستشفيات وعيادات خاصة وبتكون ضمن الشبكة هذه وبتكون طبعا أخذ التاريخ المرضي للشخص وبالإضافة إلى بعض التحاليل والمناظير إذا كان يحتاجها الإنسان طيب أيضا نفس السائلة تسأل يعني أبغي جواب يعني شيء بطاقة سعادة حق أبناء المواطنات ولا لا؟ إن شاء الله قريبا بنخبرك بإذن الله إذن يعني ترأيي بيكون فيه إعلان أعتقد لكثير من الأمور الخاصة بتطوير هذا البرنامج ليشمل جميع المواطنين وأيضا من خلال البرامج الأخرى ممكن يشمل جميع المقيمين في إمارة دبي أنا ذكر وقت إطلاق البرنامج دكتور حنان كان يعني دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي تحدث أن في شهر ثمانية أو تسعة من 2016 سيكون النظام مكتمل طبعا القانون يعني لازم كل المقيمين والمواطنين والزائرين في إمارة الدبي يكون عندهم تغطية تأمينية والعمل في هذا القانون بدأ من بداية 2014 وبدأنا في شركات اللي هي عدد موظفينها أكثر عن ألف وبإذن الله في منتصف 2016 على جميع القائمين المقيمين عفوا في إمارة دبي يكون عندهم تغطية تأمينية الحكومة تكفلت طبعا بالمواطنين وأعلن عن برنامج سعادة طيب أنا بتواصل معاكم وباخت مزيد من التفاصيل عن البرنامج وعن الضوابط واليات القياس وكذلك حتى يعني السقف المالي اللي حدده هذا البرنامج للمستفيد من الخدمات اللي أنتوا تقدمونها لكن بعد ما أتوقف مع فاصل قصير مستمعينا اللي يبغي تواصل معانا إن شاء الله بعد الفاصل على الأرقام التالية سواء عن طريق الاتصال على الرقم ستة صفر صفر خمسة واحد أربع واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية أربعة صفر صفر ستة فاصل قصير وما نرجع لكم صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وفي الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة حيث نتناول في حلقة اليوم موضوع حيوي ومهم ويعني يهم كافة المستمعين صغارا وكبارا نساء ورجالا هو موضوع الضمان الصحي حقيقة يعني تناولنا هذه الحلقة وتناولنا هذا الموضوع بناء على رغبة العديد من المستمعين اللي أرسلولنا هناك الكثير من الاستفسارات حول منظومة الضمان الصحي وبالخص يعني برنامجين سعادة وسعاد أذكر بضيوفي بالسوديو معي الدكتورة حنان السويدي مدير برنامج سعادة للضمان الصحي والأستاذة حسنة أحمد قاسم رئيس قسم علاقات الشركة بإدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي دكتورة يعني ما تزال الاستفسارات تدور حول نفس الموضوع من يشملهم برنامج سعادة في المرحلة هذه نحن البرنامج يقدم الخدمات لمواطنين دبي اللي عندهم خلاصة قيد صادر من الإمارة وبإذن الله في مرحلة أخرى سنعلن عنها قريبا تشمل فئات مختلفة نعرف إنها تورد إنها استفسارات ويدة عن فئات مختلفة وإحنا على علم بها وإن شاء الله بنتواصل مع الجمهور فور الإعلان على المرحلة الثانية طيب دكتورة الآن عادة برامج التغطية أو برامج التأمين الصحي عادة ما تكون مرتبطة ب يعني تحمل كلفة معينة بنسبة معينة من قبل المريض يا تورا كم السقف المالي السنوي المحدد للمشترك في برنامج سعادة هذا من جهة وأيضا كم النسبة اللي يتحملها كذلك حتى المستفيد من هذه البرامج الحد الأعلى للاستهلاك هو 500 ألف درهم إماراتي للمؤمن عليه في السنة الواحدة ونسبة المشاركة هي 10% على جميع الاستشارات الإقامة في المستشفى الأدوية والخدامات الأخرى 10% 10% وهذه تدخل في كل المستشفيات اللي تابعة لها هذه المنظومة هنا عم في ضمن شبكة مقدمي خدمة برنامج سعادة طيب أنا باخذ اتصال من الأخ حازم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أخوي الله يعطيك العافية أخوي أخوي بس أنا موظف في حكومة دبي فأنا بتفسر على موضوع الولد الرابع من نسبة المؤمن فشركة التعمين عناية بطولة أنه ما شيء عندها اسم ولد الرابع عندك ففي آلية معينة يتبعها مثلا شركة التعمين بحيث أنه نضيف الولد حتى لو بدنا نضيفه لشركة التعمين نعم واضح واضح طيب تسمع لي جاء لو مثلا بيخصموا علينا ياخدوا مبلغ معين بحيث أنه ما ينظلم للولد الرابع بحيث أنه يشمل بالتأمين معه يا أخي الله يزيدك إن شاء الله يا رب الرابع والخامس والسادس واضح يا حازم لا خوفونا يعني الموضوع الرابع الحمد لله اللحينة يعني زاوجتي بتربي يعني أولاد الرابع الله يكرمك يا رب فهذا طوانا فيهم الله يحفظك شكرا حازم أي سؤال ثاني لا بس هذا موضوع أنه في آلية معينة أو تسمع الإجابة بالتفصيل إن شاء الله في البداية حبيت أوضح في فرق من بين برنامج عناية وبرنامج سعادة ليست شركات تأمين هي برامج تأمينية تتحمل تكلفتها الحكومة غير عن البريصات التأمين اللي ذكرتها لأخذت حاسنا قبل شوية فالبرنامج يقدم خدمات معينة لبرنامج عناية يغطي موظفين حكومة دبي وفي مثل ما قلنا سقف لعدد الأبناء اللي حاليا يغطون وفقا للقانون اللي هم ثلاث أبناء طبعا وردتنا كثير من الاستفسارات بإضافة الأبناء الرابع أو حتى الأبناء اللي تعدى السن المسموح لهم في دخول البرنامج وحاليا الخيار اللي موجود حق الأفراد أنهم يشترون برصات تأمين من شركات التأمين الخاصة طبعا كل الاستفسارات وكل الاقتراحات تدرس وإذا كان فيها منفعة للمجتمع تأخذ بالاعتبار فإن شاء الله نحن نرفع كل الاقتراحات هاي للجهات المعنية طيب الآن يعني في حالة الأستاذ حازم شو تنصحين يسوي؟ في الوقت الحادي يقدر يشتري برصة تأمين من شركة تأمين خاصة طيب هذي عنده تنتي حسنة بس تفضلي عندي مداخلة بسيطة يقدر على موقع السعاد بيلاقي لستة شركات التأمين المرخصة من عنا فيقدر يتواصل معاهم وبيلاقي كل شركة تسعيرتها عسى بعد ما يحس انها هاي أغلى من هاي أو يشوف اللي هو يناسبه ياخذ الباكيج المناسب له من التغطية التأمينية ونسبة المشاركة وقيمة البوليسة نفسه طيب في مسج وصباح الخير تحية لك ولضيوفك الكرام بداية أشكر حكومة دبي على منحنا بطاقة سعادة التي أزارت الكثير من همومنا ونحن المتقاعدين والحمد لله ملاحظتي وكما سمعتها من البعض أن هناك تأخير من سعادة للرد على المستشفيات بخصوص العمليات الجراحية والتي تصل لأكثر من الشهر فما هي أسباب التأخير وشكرا أبو عبدالله طبعا هذه النقطة تثير ما هي المؤشرات أو آليات القياس لمتابعة تنفيذ برامج سعادة ومن الأشياء التي نحن نركز عليها سرعة الرد على المكالمات والاستفسارات التي تكون من الطرفين سواء كان المواطنين أو مقادمين الخدمة والتأكد من استحقاق المواطن للخدمات المطلوبة وهنا في بعض الأحيان تحصل بعض التأخير طبعا شهر نحن لا نقبل فيه أبدا ولكن أحيانا تكون فيه معلومات ناقصة من قبل المستشفى أو العيادة وتحتاج الشركة أنها تنظر في صلاحية استحقاق هذا المواطن لهذه الخدمة في بداية البرنامج نحن أطلقنا تغطية جراحة السمنة وهي الأول مرة في إمارة الدبي وفي بداية البرنامج اكتشفنا في بعض المستشفيات أو بعض الأطبال للأسف استغلوا هذه الخدمة وكانوا يعني ما يقدمونها بشكل صحيح فنحن كنا طرينا أن نوقف ننظر في هذا الموضوع ونحط معايير تساعد على حماية المواطن من عدم استغلاله والتأكد من الموارد الحكومية لا تهدر جميل أيضا دكتورة أو أستاذة حسنة يعني بعدما الواحد ما يقتنع بالرد من قبل القسم الخاص ببرنامج سعادة وين ممكن يتوجه؟ يتوجه على موقع اي بروميس مثل ما قلت وإن شاء الله يعني دائما نحن نحاول نوصل لحل نقطة الوسط ناخذ المعلومات من شركة التأمين أو من تيم سعادة وناخذ من المستشفى نفسه ونتواصل مع الفرد وفي النهاية ما يصح الا الصحيح طيب هي ضوابط وقوانين هي التي تحكم عملية توفير هذه الخدمات بالشكل السليم أيضا ما زلنا على نفس الإطار دكتورة ما بين الأسئلة التي تينا سواء يعني المستفيدين من برنامج سعادة فحد كان يسأل عن أبناء المواطنات حد يسأل عن زوجات المواطنين وحد يسأل عن حملة المراسيم هل يشملهم البرنامج كذلك كنت ذكرتي أن إن شاء الله في القريب العاجل ممكن نسمع أخبار طيبة بإذن الله وإذا في أي استفسار طبعا ممكن يتواصلون مع البرنامج ونقوم بالرد على الاستفسارات الخاصة نزيل نذكرهم بوسائل التواصل معاكم نحن عندنا رقم برنامج سعادة اللي هو ستمية خمسة ستة تسعة 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 أربعة أو من خلال المواقع الإلكترونية اللي هو www.saada.ae وأيضا هناك تطبيق ذكي صحيح اللي هو سعادة نعم على الهواتف المتحركة ممكن كذلك شو الخدمات اللي موجودة في هذا التطبيق طبعا يقدرون يسجلون للمواعيد لدخول في برنامج سعادة يحملون كتاب المستفيد اللي طبعا فيه معلومات قيمة عن البرنامج عن المنافع عن المسئولية التي تتحملها المواطن ممكن يحمل شبكة المقدمين الخدمة وإن شاء الله طبعا هذا التطبيق سيحدث قريبا لإضافة مواضيع مهمة طيب دكتور أنا أتذكر في الفترة الخاصة بالإعداد لإطلاق هذا المشروع كانت فترة فيها العديد من الدراسات اللي قمتم فيها العديد من المقارنات المعيارية اللي تمت ما بين برنامج سعادة وغيرها من البرامج سواء كانت المحلية أو العالمية فأبغي أتكلم يعني المنظومة هذه على ماذا اعتمدت وما هي المعايير التي قامت عليها هذه المنظومة طبعا نحن في بداية البرنامج عملنا مقارنات لبرامج مشابهة محلية وعالمية وكان لابد أن يطلع البرنامج بشيء يديد سهل يقدم الخدمة المرجوة منه فكان أحد التحديات أن كيف نقدر نوصل لهال 130 ألف مواطن بطريقة سهلة وسريعة وكان في بحث طويل عن أفضل الأسلوب اليوم مثل ما ذكرت أن برنامج سعادة يعد أول برنامج يعتمد على بطاقة الهوية ويمكن في العالم كله في دولة أو دولتين فقط يعني نحن الأول برنامج في على مستوى الشرق الأوسط فأتوقع الجميع كان كل المتاخلات التي وصلتنا كانت تثني على سرعة التسجيل والناس أبدا ما حصلوا صعوبة في تسجيل في البرنامج وسرعة الاستفادة من الخدمة اليوم تقريبا وصلنا فوق 140 ألف زيارة في العيادات الخارجية في برنامج سعادة أكثر عن 300 طفل الولاد خلال هالفترة ضمن البرنامج فالحمد لله إن شاء الله نكون نحن عند حسن ظن المواطن وطبعا هو الشريك الرئيسي والأساسي لتحسين وتطوير الخدمات ونحن بصدر رحب نستقبل كل هاللملاحظات طيب دكتورة الآن بتطرق لبعض الأسئلة الخاصة بسلة تقنية شوية عن موضوع بعض البطاقات الصحية أو بعض البرامج التأمين الصحي يعني الواحد يكون عنده أكثر من برنامج يا ترى مدى قانونية هذه المسألة وأيضا شو آلية متابعة مثل هذه الأمور طبعا التوجه حاليا في إمارة دبي وتوقع في الدولة ككل استخدام بطاقة الهوية كالرقم المميز لتأمين الصحي أو حتى استخدام الخدمات الصحية بشكل عام وعن طريق الرقم المميز هذا ممكن نتعرف إذا كان فيه إزدواجية في التغطية مثل ما يقرون المواطنين عند تسجيلهم في برنامج سعادة هم يوقعون على تعهد على عدم استواجية تغطية من بين خدمة برنامج سعادة وخدمة تأمين شو السبب دكتورة ليش؟ لأن الحكومة في نهاية هي المسؤول أو الدعم تقدم هذه الخدمات هي اللي تمول هذه الخدمات هذه مثلا ممكن تأثر يعني هي بتكون فيه هدر للأموال الخاصة أكيد فيه هدر وممكن يكون فيه تلاعب وإحنا في نهاية هدفنا طبعا تقديم أفضل خدمات للناس والحفاظ على الموارد الحكومية طيب عندي مجموعة مسجال دكتورة ببصر شيئا على السريع نبغي إجابات عليها سلام عليكم هل التأمين السعادة يغطي معظم مستشفات خاصة في الدولة؟ في إمارة تتبي كل المستشفات ضمن الشبكة في إمارات طبعا في إمارات أخرى موجودة التفاصيل في الموقع وحتى على الابليكيشن موجودة طيب كيف يستطيع المستفيد من برنامج سعادة الحصول على اللائحة الخاصة بشبكة مقدمية الخدمات الصحية ذكرتها دكتورة أولا ممكن من خلال الموقع وممكن من خلال حتى يحملونها ينزلونها وتكون عندهم حتى في الموقع موجودة دائما وتحدث وتحدث أكيد إن شاء الله حتى التطبيق الذكي حاليا ستضاف عليه خدمات يديدة ممكن يعرفون كم الاستهلاك اللي هم استهلكوا في البرنامج شو الموافقات اللي حصلوا عليها على الأساس أنه نخفف من ممتاز طيب عندي أبو عبدالله ما أدري بعد أبو عبدالله إذا ممكن تتصلون فيه في الكنترول تشوفون يعني تاخذون تفاصيل أكثر في هذا الموضوع يقول ابن أخي كان بحاجة لعملية جراحية في ركبته وانتظرنا أكثر من شهر ونص ولم ترد سعادة على المستشفى الخاص حتى اليوم واضطررنا في النهاية لإجراء العملية في المستشفى راشد طبعا نحن يعني اليوم الهيئة فيها عدة تواصل ممكن يتواصلون مع النظام يشتكون عليكم عند أستاذ حسن بالعكس إحنا نباهم يعني يتواصلون معنا لأنه ما بدون مداخلاتهم بدون ملاحظاتهم في أشياء ما بنعرف عنها فبالعكس نحن يعني أتمنى لو نقدر ناخد تفاصيل الأخرى هو الرقم موجود عندنا وأيضا إذا حاب يتداخل معنا على الهواب ممكن تتصمون فيه بالعكس ونحن وناخد تفاصيل أكثر بنتواصل معه بعد البرنامج إن شاء الله ممتاز دكتورة يعني هل التأمين سعادة يغطي خارج الدولة وما هي الإجراءات المتبعة حاليا البرنامج يغطي فقط داخل دولة الإمارات مستقبلا الله العالم الله العالم إن شاء الله يعني أحنا الشيء اللي نقدر نقوله حق المواطنين أن البرنامج بيتطور ودائما سيضيف ما ينفعهم بإذن الله إن شاء الله نحن نقول البرنامج تم اطلاقه يعني في 2015 وتوى يديد وإن شاء الله المفاجآت في هذا البرنامج قائمة وأيضا ملاحظاتكم كذلك مستمعين المستفيدين من هذا البرنامج هذه الملاحظات تتساهم بشكل أو بآخر في تطوير الخدمات المقدمة سيدة حسنة يعني الآن في حالة ابو عبدالله اللي يقول إن في عنده عملية جراحية وتأخره في الرد واضطر يسويه في مستشفى راشد في هذه الحالة شو ممكن ننصح ابو عبدالله يسويه ممكن يدخل على الموقع ويحط لي تيكتس ونتواصل نحن وياه وناخذ تفاصيل الحادثة كاملة نحن ما نعطيتها الحين تيرفونا ممكن ما في مشكلة نتواصل وياه بعد البرنامج من المكتب على طول ممتاز إذن بعبدالله إذا تسمعنا بيتواصلون معاك بشكل سريع في هذا الخصوص طيب دكتورة تأمين سعادة يغطي داخل الإمارات هناك مطالب كثيرة بتغطية خاصة أن تتم وقارنتها ببرامج التأمين الأخرى اللي ممكن تغطي خارج الدولة طبعا مثل ما ذكرنا البرنامج بادي في الفترة البسيطة والخدمات والمنافع اللي يقدمها بتتوسع ودائما هناك دراسة لتوفير أفضل الاحتياجات للمواطنين وبإذن الله سيحصلوا على كل ما هم يعني يحتاجونه طيب نحن باقلنا تقريبا خمس دقايق ما ناخذ فيها بعض السفسارات السريعة الدكتورة خاصة بموضوع السعادة والتأمين الصحي بشكل عام يا ترى كيف يمكن للمستفيد من هذه الخدمات أن يطلع بشكل أو بآخر على آخر التحديثات التي قد ترد على شبكة الخدمات المزودة نحن ذكرناها بس أبغي أذكر المستمعين فيها بالتفصيل دكتورة هو عندنا طبعا التواصل يكون مثل ما ذكرنا عن طريق التطبيق الذكي وعن الموقع الإلكتروني وطبعا مثل هذا اليوم البرنامج بعد يتيح لنا فرصة مهمة جدا لنكون قراب من المستفيدين ونسمع آراءهم وقتراحاتهم وبإذن الله يعني إذا في عندنا أي شيء يديد بنحجز معاك موعد عشان نطلق نخبرهم عن الأشياء المفرحة بإذن الله التحديث يصير دائما بشكل مستمر تقريبا كل أسبوعين إلى كل شهر الأشياء الكبيرة في هذه الحالة نحن نصح منه دائما يحاولون يدخلون ويشوفون التحديثات الموجودة حتى قبل يقرر أن يروح المستشفى الفلانية والمستشفى العلانية أنت ذكرت المستشفى الخاصة في دبي كلها مغطاة ضمن البرنامج لكن إذا كان خارج دبي يحتاج أن يتأكد من أن هذه المستشفى موجودة ضمن الخدمات أو باقة الخدمات المقدمة هناك شيء أود أذكرها عن مبادرة التي هي إيجادة التي تعنى بمنظومة الضمان الصحي في إمارة الدبي بشكل عام المبادرة هذه تدرس مؤشرات أداء معينة التي هي المخرجات الصحية الأداء المالي والكفاءة رضا المتعاملين والمرضى ونحن الهدف من دراسة هالمؤشرات هو نشر المعلومات هذه ليتسنى للأفراد المجتمع لطلع عليها بشفافية يعني إن شاء الله في المستقبل القريب ممكن الفرد يقدر يعرف أي مستشفى يروح بناء على نجاح العمليات أو نجاح العلاجات اللي قدمها جميل جميل طيب أنا في أقل من دقيقتين بتوجه للسادة حسنة يعني كلمة في الختام تحبين توجهينها كلمة أخيرة عندي من المهم جدا أن الأفراد يقرون بوليسة التأمين قبل ما يشترونها ويعرفون حقوقهم ومواجباتهم وعندك الإلمام التام بنطاقة تغطية وشبكة مزاودي الخدمات يعرفون شو هي الاستثل المستشفيات اللي بيتعالجون فيها وأتمنى أنا من أفراد المجتمع التواصلوا يانا على إذا عندهم أي استفسار عن بوليسة التأمين قبل ما يشترونها بعد وعادة الناس يفضلون سادة حسنة للاتصال أو يفضلون التواصل المباشر أنا وياك بس أنه يكون كريكورد لنا نحن عشان نقدر نطور من نفسنا ما بيكون نفسكير من خلال تطبيقات التأمين وكذا ممكن الواحد يتواصل معاكم بشكل أو بآخر نحن ممكن نتصل فيهم من يحط لي رقم تليفونه على الموقع نحن نرجع نتصل فيهم طيب هل هناك في تواصل بينكم بمركز الاتصال الخاص بهية الصحة في دبي إذا كانت الشكاوى واردة على الرقم هذا هيا يحولوا لنا إياهم طيب اللي هو ثمانمائة ثلاثة أربعة ثنين يعني هذا الرقم ممكن تستقبلوه حتى من خلال الاستقبال لملاحظاتكم وشكاويكم ممكن يحولونها لكم وتحول تدخل ضمن النظام بالتسجيل الخاص يعطونا تفاصيل الشخص نتصل فيه ونواجهه طيب نحن شاكرين لك أستاذة حسنة على توجت معانا يعني أنت كنت موجودة معانا مثل مثل رقيب على 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 المزود الخدمة والمشرف على الخدمة كذلك كنا فريق واحد بالضبط الأستاذة حسنة أحمد قاسم رئيس قسم علاقات الشركاء بإدارة التممين الصحي بهية الصحب نحن شاكرين لك هذا التواجد أيضا الشكر الجزيل دكتورة حنان سويدي مدير برنامج سعادة للتامين أو للضمان الصحي على هذا التواجد وعلى رد على استفسارات الناس حقيقة كثيرة من استفسارات ما لاحقنا نحن نشملها لكن إن شاء الله في القادة من الأيام كذلك بتكون لنا بين فترة وفترة جلسات معاكم للتوضيح بآخر الخدمات اللي تقدمونا شاكرين لك شكرا لك نتمنى طبعا لجميع المستمعين الصحة والعافية وندعو جميع المواطنين اللي بعدهم ما سجلوا في البرنامج أنهم يسجلون لأننا وصلنا نحن لنهاية المرحلة الأولى نحن أيضا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم أذكر يا جماعة الخير اللي يحب يستفيد من هذه الخدمات لازم يتوجه ويسجل في المراكز اللي ذكرتها الدكتورة اللي هي أربع مراكز ذكريني فيهم دكتورة مركز البرشة البرشة مركز البدع مركز ند الحمر ومركز المزهر الصحي ند الحمر والمزهر الصحي بس تأخذون الأوراق الثبوتية وتروحون تسجلون في هذا البرنامج للإستفادة من الخدمات الخاصة بمنظومة ضمان الصحي سعادة عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم الوقت عده بسرعة سامحونا على الإطالة نتمنى إن شاء الله قدرنا نوفي معظم الأسئلة والمواضيع الخاصة بموضوع الضمان الصحي وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمة للتعريف أكثر بالخدمات بشكل تفصيلي نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة مستمعين الكرام وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة وموضوع آخر ضمن المواضيع التي تطرح في نطاق الأمور الخاصة بيضحك عيسى لأنها طول إن شاء الله بختم جميع المواضيع الخاصة بمنظومة تزويد الخدمات الصحية في إمارة دبي هذا البرنامج هو بوابة مفتوحة لكم مستمعين وعشان ما يزال عيسى نقولكم مع السلامة ونلقاكم إن شاء الله في الغد صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي